اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة حلقة الجمعة نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين بفقرة اخبارية وبنكمل بعد كده مع حضراتكم بقية فقرات هذا البرنامج الحال الخبر الاول انه النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم قام بتفقد اعمال التطوير الشام اللي هضبت المؤطم والسفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بانه سيادة الرئيس في اثناء الجولة شدد على اقامة انشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لاكبر عدد ممكن من الشباب بما في ذلك اعمال اقامة محاور وطرق اضافية وانشاء حوالي دعمها للهضبة حفاظا عن امر المواطنين طبعا دول امرين يعني توجهين للسيد الرئيس وجه الاول زي ما حضرتكم شايفين انه تقام انشطة استثمارية توفر اكبر عدد من فرص العمل للشياب تحديدا وده مرتبط الحقيقة زي ما حضرتكم عارفين وشايفين سواء في القاهرة او في قابرة كبرى او في يعني محافظات اخرى انه المحاور والتطوير والطرق دائما بترتبط باقامة انشطة باقامة اماكن ومنافذ لاعمال تجارية صغيرة او لانشطة يعني اذا طابع شعبي بحيث انه يبقى في جمهور في زبائن لها وده ملاحظ في كل المشروعات وانه بيبقى شاء طرق او اقامة كباري او عمل محاور مرتبط دائما بانه على جانبيها وفي المناطق اللي بتتخللها يبقى في دائما توجيهات من رئيس الجمهورية بانه تقام فيها هذه الانشطة الصغيرة اللي هي بتوفر فرص عمل الحقيقة لعدد من الشباب وغالبا وبنسبة عالية جدا جدا بيكون القائمين عليها الشباب وتطوير الهضبة هضبة المؤطم عموما ككل مش مجرد طروة هو رئيس بيتكلم على انه داخل هذا التطوير الشامل واحنا حضرتكم اللي ساكنين في المؤطم او قريبين منه وبيمروا عليه عارفين مدى الصعوبات والمشاكل في الانتقال وايضا في اقامة تجمعات سكانية في هذه الهضبة المهمة جدا داخل القاهرة فرئيس وجه كمان انه يتعامل محاول وطرق اضافية وحوائط دائمة للهضبة الهضبة انتوا عارفين هي اعلى مكان في القاهرة وبالتالي تحتاج الى يعني تأمين شامل للسكان فيها فالرئيس كمان وجه به انشاء حوائط دائمة للهضبة حفاظا على امن الناس النوعية دي من المشروعات نعم هي مشروعات بنية تحتية ده صحيح لكن ما ننساش انه الوزء كبير من هذه المشروعات اللي هي تحديدا على قطاع الاسكان دي اه بنية تحتية طبعا لكن بالاساس هي بنية بشرية لانه مثلا تم فيه السكان سكان المناطق العشوائية غير الامنة واقامت مناطق تانية وتجمعات اخرى بديلة لهم مفروشة بالكامل ويتم استلامها منهم ده استغرق جزء كبير من الانفاق العام لكنه ايضا وجه الى متطلبات بشرية عاجلة طبعا عشان تعمل مناطق سكانية جديدة لأكثر من 250 الف اسرة وتم بالفعل انتقالهم لابد انك تعمل محاور وتعمل طرق وتعمل بنية تحتية ومعاها كمان زي ما احنا كنون نقوم شوية منافذ للعمل منافذ لانشطة اقتصادية تستوعب اكبر عدد من الشباب